اشتركوا في القناة اشعاعات الاسبوعات كانت بشكل اساسي متركزة حول الحدث الابرز الاسبوع الماضي وهو خبر العملية الامنية اللي تمت في اربد الخبر الاول كان انتشر على مقتواص الاجتماعي انه في جماعة من الناس وصفوهم انهم بنتهم للتنظيم داعش بيزور المنازل بحجة قياس السكر للمواطنين على اساس انهم اطباء ومرضين ويحقونهم المواطنين بفيروس ليدز طبعا ان هذا الخبر غير صحيح اطلاقا الامن العام نفى انه هاي الحادثة وفعليا لم تسجل اي حادثة او اي زيارة من اي اشخاص يحملوا هاي الصفة الى المنازل نعم اذا هذا الخبر يمكن اللي بنقدر نحكي انه كان اكثر انتشارا ولا ممكن ننتقل لخبر تاني يتحدث عن انتشار اكبر بمواقع التواصل الاجتماعي الخبر انتشار الثاني عبارة عن الفيديو الفيديو بيين مداهم بالشارع قوة امنية بالداهم السيارة موجودة بالشارع وبتسحب الشخص اللي موجود فيها الفيديو انتشار بشكل كبير وصف الفيديو انه استكمال لعملية امنية في اربد طبعا فيه الفيديو قديم من 2019 انتشر ل2009 على انه عملية لمكافحة المخدرات او انه تدريب ميداني ولكن الفيديو بالاصل قديم وعملية اربد يعني انتهت في نفس اليوم وما كان لها اي عمليات اخرى نعم طب هل ايضا الخبر التالت هو مرتبط في نفس الموضوع؟ بالتأكيد كمان خبر انتشار انه فيه صورة انتشرت لمطلوب بانه مطلوب لقضايا متعلقة بالارحاب وطالبت المواطنيين انه اي حد يتعرف على هذا الشخص اللي بالصورة انه يبلغ عنه طبعا الصورة هي موجودة على التطبيق للامن الوقائي الصورة قديمة الى مطلوب بقضايا جرمية وقتل في مداهمة امنية في معان في السنة الماضية فالصورة بالاساس قديمة ومالها اعلاقة في عمليات اربد حزم سمعنا عن الكثير من الصفحات اللي كانت تحكي برسان الاجهزة الامنية وتتحدث عن العديد من الشائعات والاخبار المغلوطة هل في مثلا نصيحة بتوجهها او خلينا نحكي عن صفحات رسمية فعلا للاجهزة الحكومية الرسمية واجهزة الدولة التي تتحدث ببيانات رسمية عن صحة المداهمة الامنية بشكل عام والاحداث الجارية بشكل يومي ضمن الاسبوع الماضي اثناء العملية وبعدها كثير لاحظنا في صفحات الصفحات اسمها على اسماء جهة امنية صفحات تدعينها الامن العام الامن الوقائي جهاز المخابرات حتى القوات المسلحة فعليا الصفحات المتعلقة بالاجهزة الامنية هي صفحات عدلتها قليل ابرزها صفحة الامن العام اللي هي متعلقة بالمركز الاعلامي للامن العام زاد الصفحات اللي بتكون لجهة رسمية بالعادة بيكون موجودة على الموقع يعني انا اتأكد هاي الصفحة رسمية يمكن من الموقع الرسمي لهاي الدائرة او لهاي المديرية انه يكون فيها الرابط الرسمي لصفحة اللي على الفيسبوك او على تويتر نعم طيب ضل عندك اخبار اكيد برضو بنفس الموضوع في كانت في فيديو كمان انتشر بخصوص كمان انه لحظة استشهاد النقيب الزيود طبعا الفيديو كان غير صحيح الرائد نعم الرائد اكيد رفها لا رثبت الرائد الفيديو غير صحيح الفيديو كان من السنة الماضية كمان لا اصاب الدركي في احد الاشتباكات في كانت في عمان يعني على اي حال هو بالنسبة لهذا الموضوع يعني طلع قرار انه حضر نشر المعلومات اذا عندك اخبار تاني احكي لنا اياها فعليا انه الموضوع اه حضر نشر كان انه انه صار في كثير الناس تنقل اخبار عن الموضوع بشكل كبير واندي ارنك يعني وانه تحقق اصلا مصدقيتها نعم يعني انت بتتعرض وتشوف هاي الاخبار المغلوطة بشكل كبير يعني هل فيه رسالة معين تحب توجيها للناس بهذا الموضوع يعني هذا موضوع جدا حساد امني فاكيد في عندك اشي بتحب تحكي لكل الناس اللي عم بتداول هاي الاخبار المغلوطة تمام في البداية احنا من حجم الاشاعات الكبيرة اللي رصدناها يعني لازم نسأل لنا سؤال انه مين اللي بقوم باصدار هاي الاشاعات صح حجم الاشاعات الكبير بيأكدنا انه يعني فيه جهات معايدة للوطن واغلبيتها كمان منتعملها تنظيم داعش انه بتسرب هاي الاشاعات بشكل كبير فاحنا بدورنا مش لازم انه انعززها بنشرها من غير تحقق منها نعم اغلبيتها لو فكرنا فيها بشكل بسيطة رح نلاقي انها غير منطقية اصلا صحيح فبالاوضاء اللي احنا فيها حاليا انحتر بيقوموا باعادة نشر مش يبنشروا بس انه يفكروا بالموضوع او بالمعلومة اللي عم بعتوها يعني بالاخر اذا فيه معلومة بتأثر سلبا بشكل عام نتفداها يعني ما في داعي انه الوحد يبنشرها اكي اكي لازم بهذه الأوقات انه احنا نتأكد بشكل اكثر على اي معلومة احنا ننشرها بخصوص الاوضاع الامنية طبعا اكيد اعتقد حازم يعني احنا وصلنا لمرحلة من كثير الاشاعات والاخبار المغلوطة صار قادر حقيقة المتصفح انه يقدر يتأكد من صحيحة الخبر من عنوانه من الموقع بحد ذاته باكثر من تجربة على العموم انت وجودكم دائما معنا مشكورين علينا حتى تطلق قولنا هالاخبار اولا باول شكرا كثير للك حازم تقاطك كنت معنا من فريق صحيح خبرك